بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب مع بعض إن شاء الله نبتدي الجزء الثالث عشر من الفصل الثالث لمكرر نظم التشغيل إحنا في الجزء اللي فاته جماعة تكلمنا عن السريدز وقعرفنا عن إيه سريدز وقلنا إن هي إيه فاكر فعلا صح لايت ويت بروسس عملية خفيفة بسيطة وممكن العملية لوحدة تنقسم لأكتر من سريد تمام دلوقتي هناخد بعض المواضيع المتعلقة بالسريدز يعني إيه بعض المواضيع يعني شوية إيه مواضيع مفصلة أكتر عن السريدز بمعنى إيه بنقول خلي بالك بس من النقطة اللي جاية دي رقم واحد خلي بالك إن الكونتيكست سويتشنج آه زمن الانتقاد من سريدز لسريدز أخرى لدفرنت بروسس يعني عمليات مختلفة السريدز بتاعتها مختلفة وأثناء الاتصال ما بينهم بيحصل كونتيكست سويتش عالي يعني بيبقى فيه طايم كونسيومنج أكتر خلي بالك من ملحوظة لين رأسهم مع بعض كونتيكست سويتشنج بتوين زا سريدز أو دفرنت بروسس يعني الانتقال من سريدز لبروسس مختلفة إز آز طايم كونسيومنج يعني بيبقى فيه مضيعة للوقت تمام إيه كمان يا جماعة بنقول إن سريدز ممكن يحصل لها إمبليمنتيشن تنفيذ وزن زا أوبريتينج سيستيم يعني داخل نظام التشغيل أو عن طريق استخدام بعض الدوال سيبريت فونكشنز دي المرحوظة رقم ايه اتنين نقولها سويتاني مع بعض إن سريدز يمكن تنفيذها كان بي إمبليمنتد معيه وزن في نفس نظام التشغيل أو عن طريق فونكشنز ودواله أخرى مختلفة طيب الدوال ديت بنسميها جماعة يوزر إمبليمنتيشن وبنسميها يوزر إمبليمنتيشن ليه لإن اللي بيكتبها هو اليوزر لإنه اليوزر هو اللي بيكتب الفونكشنز دي دي المرحوظة رقم كما جماعة اتنين طب المرحوظة رقم تلاتة بنقول إيه بقى بنقول إن سريدز اللي بتبقى يتم تنفيذها عن طريق الكيرنل الكيرنلز اللي هو الفاكرين الكيرنل آه اللي هو القلب مش كده قلب نظام التشغيل معي طيب بيقول لك إيه بتطلب دوت إن الابريتنج سيستم بيعمل سكيديوالز أو جدوالة لسريدز تمام وهذا يا إيه يؤدي إلى وصول للإيه للسي بيو بطريقة غير منظمة وعشوائية نقرأ كلام ده مع بعض بيقول كيرنل تنفيذها عن طريق الكيرنل تنفيذها عن طريق الكيرنل تنفيذها عن طريق الكيرنل يؤدي ذلك إلى إيه بقى إن الابريتنج سيستم سكيديوالز سريدز يعني بيعمل جدوالة لسريدز هذه الجدوالة ممكن أن تؤدي إلى دخول غير منتظم لمن لسي بيو طيب خلي بالك من موضوعات يقولنا كم موضوع دلوقتي مختصة بسريدز ثلاث ناخد موضوع رابع يلا ناخد مع بعض موضوع رابع رقم أربع بيقول لك برمجة السريدزية مور ديفيكلت صعبة جدا معاي ليه لأن المبرمج بيقعد يفكر هي برمج ازاي عمليات بتتزامن وتتنغم مع بعضه مش كده اه يبقى إذا نقرأ مع بعض سريد بروجرامنج مور ديفيكلت صعبة جدا رقم خمسة يا جماعة أن المشاركة ما بين السريدز ومع بعضها البعض لازم ما داما في مشاركة يبقى لازم أخد في اللوع التباري السيكوريتي الأمان والحماية أي مشاركة لابد أن أنا ايه أشارك بس أحافظ على ايه على مواردي أحافظ على حكتي اش كده اذا شيرينج أمانج أمانج سريدز يعني هه المشاركة ما بين السريدز لازم بأن أخد في الاعتبار بعض عوامل الأمان والحماية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته